ومن جديد تدعو الخارجية الأمريكية أطراف الصراع في اليمن إلى سرعة التوصل إلى هدنة جديدة وموسعة معربة عن ارتياحها لاستمرار العمل بالعنصر الأساسية للهدنة الإنسانية المنتهية مطلع أكتوبر الجاري في وقت حذرت فيه بريطانيا من مخاطر انزلاق الأوضاع إلى العنف من جديد الحكومة اليمنية أعادت تشكيل وفد التفاوض الذي يمثل مكونات مجلس القيادة الرئاسية في وقت غادر فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرانبورغ الرياض بعد لقاءات مكثفة بقيادات من التحالف والحكومة في سياق جهود يبدو أنها تقترب من صياغة تصورة لنظرية ستكون بديلا للهدنة المتعثرة وبوابة للحل السياسي الذي يستبعد مراقبون حدوثه على المدى المنظور المؤشرات التي ظهرت من صنعاء في خطاب وجهه قائد الميليشي الحوثية المدعومة إيرانيا إلى مسؤولي أجهزة سلطتها المتحكمة تضمنت توجيهات في تسيير العمل الإداري وتشديد القبضة الحوثية على مؤسسات الدولة والمكونات المجتمعية وهو ما اعتبره مراقبون تحولا في توجهات الميليشيات نحو مسارة بديلة للحرب تركز على توجيه القوة الحوثية المسلحة نحو مناطق سيطرتها لفرض المشروع الطائفي وتكريس النموذج الإيراني في الدولة والمجتمع المقاربات الأممية المدعومة أمريكيا تؤكد على ضرورة وقف العمليات العسكرية ومعالجة تضاعيات الحرب في الجوانب الإدارية والاقتصادية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق اليمنية مع تفاهمات في الجوانب الأمنية وترحيل مفاوضات الحل السياسية إلى مرحلة لاحقة وهو ما يعتبره ساسة يمنيون تكريسا لسلطة الحوثيين بعيدا عن استحقاقات استعادة الدولة وتسليم أسلحة الميليشيا للسلطة الشرعية لا تبدو مقاربة تجاوز أزمة العودة إلى الهدنة متاحة على المند المنظور غير أن خيارات المسار العسكري ليست متاحة للحوثيين الذين يتمسكون بمكاسبهم من الهدنة المنهارة ويطمعون في المزيد عبر مطلب دفع المرتبات وتمويل جيشهم من العسكريين والمشرفين المنتشرين من حارات صرف الغاز المنزلية مرورا بمؤسسات السلطة وصولا إلى مكتب رئاسة المشاط ترجمة نانسي قنقر